أهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استرعوغاتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك ميشر ما صنعت ويا صباح الخير يا صباح الورد الفل والياسمين يسعد صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم بألف خير يا رب كيفكم إن شاء الله تكونوا بخير تمنوني عنكم كيف الأجواء عندكم قبل ما نبلش بالفيديو خلينا كل ياتنا نكسب الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم الفيديو إن شاء الله رح ينال إعجابكم متأكدة لأنه فيه شغلات كثير حلوة ومنوع فيه كذا يوم مش يوم واحد يعني هذا الفيديو مصور على أكثر من يوم بس حبيت كله هيك أجمعه مع بعض وأنا نزللكم إياه مرة واحدة هذا الفيديو أنا صورته قبل تقريبا ثمان أيام لما كنت ببيتي بعديها بيوم تقريبا نزلت عند أهلي على معان على محافظة ثانية وما صورت يعني تفاصيل كثير وأنا عند أهلي حبيت أستغل كل دقيقة عندهم فصورتك مقاطع بسيطة حبيت أشاركها معكم بهذا الفيديو رح أشارك معكم طريقتي في تفريز الدوالي أو ورق العنب كمان طبختي الدوالي على طريقتين عملتهم فخليكم معي لنهاية الفيديو بتمنى منكم إذا ما كنتم مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان أي فيديو أنا بنزلوا ينزل عندكم مباشرة وعملوا لي لايك للفيديو إذا حبيته فضلا وليس أمرا هون أول إشي بلشت بالدوالي حطيت مي مغلية عليها معلقة صغيرة من ملح الليمون وغسلت الدوالي اللي بدي أطبخه ونزلت الكمية ما بنزل كمية كبيرة مرة واحدة لا بنزل شوي شوي عشان كله ينسلق ما بخلي ينسلقي كثير لأنه السلقة ربع سلقة المهم يتغير اللون هسا زي ما شفتوا بالفيديو الماضي فرجيتكم مشتريات الأسبوة كان من ضمنها فنجين القهوة ذا اللي صبيت فيهم القهوة أول الفيديو وكمان الدوالي فحكيت بدي أكسم الدوالي لقسمين جزء رح أحطه بالفريزر والجزء الثاني رح أطبخه دايما لما ألق الدوالي من الشجر مباشرة بحب ألفه يعني هيك بتحسه تازة أسكى وكمان لما بشتريه من بره مباشرة بلف طبخة منه والباقي بفرزه في أكثر من طريقة للتفريز أنا عادة شو بعمل بجيب هذول الكياس في منهم هيك من دون كبس وفي منهم بكبس الموجود انه استخدموا أنا هذا اللي كان موجود عندي فعكيت خليني أستخدمه وعادي يعني نفس النتيجة بيطلع بتجيبوا كمية الدوالي ما بتغسلوها ولا بتعملوا أي إشي بس تمسحوها مسح من التراب من هاي الوسخ بس هيك مسح سريع وبتعبوه بالكياس ما تعبوا كمية كبيرة يعني عبوا حسب طبخة أنا كل كيس طبخة أنتو إذا عيلتكم أكبر بتكم تكبروا الطبخة كل كيسين بطبخة يعني أنتو حسب المقدار اللي بتكم تعملوا فيا إما بتعبوا مقدار طبخة بالكيس إذا كان الكيس كبير أو كل كيسين بطبخة يعني أنتو حسب العيلة الموجودة عندكم المهم لازم أهم اشي تفرغوا الهواء يعني عبين الدواليات عبين الورق كامل فوق بعض مباشرة بنغطي الكيس بعد ما نفرغوا من الهواء يا إما بتفرغوا بالضغط أو بتفرغوا بشلموني يعني بتجيبوا شلموني بتحطوها بطرف الكيس وبتسكروا الكيس من الأطراف الثانية بتخلوا بس محل الشلموني فاتح بتشفطوا الهواء كامل هيك بيصير عندكم ما فيه هوا داخل الكيس أبداً لأنه الهواء بيخرب الدوالي وكمان بيخليه أسود وما بتكسر معكم الدوالي أبداً يعني أنا من أول ما تزوجت لحد الآن هاي الطريقة اللي بعملها ما شاء الله ما بتكسر معي الدوالي أبداً هسا فيه عدة طرق ثانية أول شي بتجيبوا الدوالي بتلفوه ع شكل رول وبتغلفوه بنايلون المطبخ كمان ع شكل رول وبتحطوه بالفريزر هسا زمان شو كان يعملوا أهلنا وأمي كانت هيك تعمل جيب كياس المي الفاضي الكبير اللتر أو اللتر ونص تفضي المي أو الببسي مثلاً كانوا يفضوها يغسلوها كثير كويس حتى تنشف بعدين بيجيبوا الورق بلفوه على شكل سقاير بيعبوها بالعلب بيخلوها يا إما فوق الثلاجة أو بخزاين المطبخ أو زمان كانوا فيه نملية هاي عرفتوها بحطوه جواها الدواليات وبتظل مدة طويلة يعني ما شاء الله ما بتغير لونها ولا بيصير أي شي ومتى ما بدهم بقصوا العلبة وبستخدموها سبحان الله الأيام تتغير سرنا هالسا كياس وإلها كبسات عندها كل شي بتغير سبحان الله فبعد ما سلقتي الدواليات بستناهم يبردوا شوي بعدين بيبلش بالحشوة عملت حشوتين حشوة بتكون مليانة رز ولحمة والبهارات السبعة أو ملع فلفل أسود بهارات مشكلة وكمان عملت الحشوة الثانية اللي كلها خضار نعنع مفروم باقدونس مفروم بندورة مفرومة فلفل حلو وحطيت تقريبا مقدار معلكتين من الرز مش أكثر لأنه بحب كمان نكهة الرز فعملت هذول الحشوتين ليش؟ أول شي بتعرفوا إنه حبة الدوالي فيه تقريبا من خمسين لستين سعر حراري فإذا حطينا قدامنا السدر ظلينا نوكل 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 بنوصل يمكن ألفين سعر حراري بس من الدوالي من غير الكوسة فعشان هيك إنه أنا حاولت أطبخ هاي يعني إلي اللي بالخضار واللي رز أعملها لزوجي وصراحة طلعت بالخضار كثير كثير زاكية بس الأسكة صراحة صراحة يعني اللي هي من دون خضار بس خلاص ما كنا هيك متشجعين وبدنا نعمل دايت فبدنا نلتزم شوي إنه صح إنه الرز هو ممنوع بالدايت بس لا يعني كل كل يومين ثلاثة بحب أدخل الرز أنا ما بستغني عن الرز أبدا 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 يعني بحسه هو بديل خلينا نقول بديل القهوة عن زادة كثير بحب الرز بشكل مطبيعي يعني الصحي اللي كل يوم كل يوم أكل رز ما بقولها المهم فعملتها الحشوتين وهي الكوسة مقورة وكمان الدوليات طبعا أنا كله طبخته بطنجرة واحدة بس بين القسم اللي فوق واللي تحت يعني بين الطبخة الأولى والثانية حطيت ورق فاضي عشان أعرف إنه هاي بالخضار وهاي باللحمة والرز شايفين هاي منظر الأكل بعد ما حطيته بتنجرة الضغط ذايب مهموط همط يا جماعة ذايب ذاوبان على الآخر ماشاء الله كان عندي حبة الفلفلة طويلة كمان حطيتها وبندورة شرائح يعني الأكل ماشاء الله طبعا بحشوتي اللي أنا عملتها بس خضار ولحمة وشوية من الرز وأكيد بهارات وملح وفلفل أسود وما حطيت زيت أبدا أبدا ما حطيت زيت أما بالحشوة الثانية العادية المتعودين عليها لا بنحط كمية من الزيت بس شايفين الأكل ماشاء الله غير شكل شوفوا هالكوسة من جوة كلها لحمة وخضار وشوية من الرز طعمها كان كثير زاكي الحمد لله لما بلف الدوالي شو بعمل على رخامة المطبخ بعد ما أنظفها بفرد من 10 ل 15 ورقة بحطهم مرة وحدة وبحط الحشوة على الحبات كاملة وبلفهم على السوا كاملات يعني 15 حبة في دقيقتين بتكونوا مخلصين أحسن ما تلفوا حبة حبة بتحسوا إن الموضوع كثير صعب وبتعرفوا أكلة الدوالي بس سهلة وسريعة بس بتأخذ شغل ساعات إذا مو يعني قبل بيوم كمان عنزد والله أكلة الدوالي كثير صعبة بس الحمد لله هيك نكيتها بتكون زاكي لما تستوي وتكون ذايبة يا سلام بعد ما خلصنا غدا وجليت الجليات رتبت المطبخ أعمل شاي أخضر أجيت للجرار هذا الجرار متوسخ شوي كيف حكيت خليني وأنا وقفة أنظفه على السريع يعني بعد ما خلصت جلي المطبخ دايما أنا شو بعمل عادتي يا إما أثناء الطبخة أو بعد الطبخ على السريع بلف على المطبخ يعني عندي هاي الثلاجة متوسخة بنظفها على السريع الجلاي والكولر نفس الشي خزاني المطبخ إذا في خزاني مش مرتبة مكركبة مباشرة بعملها ما بستنى لما أعمل التنظيف الأسبوعي أو التنظيف الشهري لا أي شيء متوسخ بسرعة بنظفه وهيك ما بتراكم علي الشغل أبدا فحسيت أنه الجرار هذا الجرار الثاني اللي فيه المعالق الطويلة حسيته متوسخ شوي وبده إعادة التنظيف فمسحت المعالق كلهم عقمتهم بالخل والماء بعدين كبيت الأشياء اللي ما بدي إياها وصراحة ما طلي عندي إلا معلقة واحدة كبيرة هي اللي كبيتها والباقي زي ما هو بدي إياه لأنه كل فترة وفترة بعمل الشجرد هذا للخزائن لخزائن المطبخ خزائن الغرفة النوم إلى كل البيت دائما بعمل جرد فما بخلي إشي يتراكم علي فبعد ما نظفتهم بالخل والماء خليتهم هيك يتهوي شوي برا الجرار مسحت الجرار بي الجف منظف المطبخ ما شو الله بنظف كثير كويس وريحته كثير يعني بتحسسكم بالنظافة نظفت الجرار من برا ومن جوا ورجعت الأشياء لمكانها وهيك خلصت الجرار كامل والخزائن كلها نظيف الحمد لله والله راحة نفسية لما بتشموا ريحة النظافة وتفتحوا الخزائن تلاقيوا كل إشي مكانه والله راحة نفسية ما في بعدها ولا قبلها وهيك وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتمنى لكم يوم سعيد يوم كله طاقة وحماس وحب وتفاؤل ونشاط وطاقة إيجابية راح أخليكم برحلتي لمعانا عند أهلي بشوفكم على خير سلام خليكم كملوا الفيديو الحب واللي علموني لو طاح جو والمحر ولا ضيحة ناوية سايق عليك النبي والمصطفى جدا خدك من الورد والألوارد من خال ما قولت لك يا هذا بعيني ويالي يمشي واللي يحبه بيتي لك على القدام يمشي ويا معاني لنا وحقك علينا وانهم سقنا المناد قبدينا وانهم سقنا المناد قبدينا جعدت أهلي يا خايا وين ألاقيها واللم تحت الفي بحلم والله فيها أشرب شوية ماي من أمي وسقيها بعد ما هان علي بس وش طالع بيدايا اشتركوا في القناة